هذا وأعلن المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاجاري أن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني سيأتي في الوقت الذي تراه السلطات مناسبا كما أكد هاجاري على أن الهجوم الإيراني الثلاثاء الماضي استهدف قاعدتين جويتين دون إلحاق الإضرار بهما على حد زعمي مشيرا إلى أن القوات الجوية والقواعد لا تزال تعمل بكامل طاقتها في إطار الاستعدادات للرد المرتقب على ما يبدو أعلن الجيش الإسرائيلي عن تغييرات في إرشادات دفاع في مناطق عدة في إسرائيل وأكدت قوات الاحتلال على المناطق أنها تشمل بعض التجمعات السكنية شمالية تل أبيب وبالقرب من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة كما أكد على أن تغييرات الجديدة تسمح بتجمعات تصل إلى ألفين نوها جيش الاحتلال أنه سيتم تغيير نطاق النشاط إلى النشاط الجزئي في عدد من التجمعات السكنية بالجليل